النهاردة كان في مباراة مهمة جداً بأن كان ريد ديفلز على ملعبه في زامبيا أمام نادي بيرامدز وطبعاً دي كانت في الكونفدرالية في الجولة الخامسة وكنا كلمنا مبارح وقلنا أنها مباراة في منتهى الهمية بالنسبة لنادي بيرامدز ليه؟ لقدر الله لو كان خسر هذه المباراة كان ممكن جداً يخرج خارج البطولة تماماً ولكن الحياة النهاردة نادي بيرامدز عمل مباراة مبدعة وقدر أنه يؤدي 90 ديئة في منتهى القوة وقدر عبدالله السعيد أنه يحرز هدف اللقاء الوحيد في ديئة 78 عشان يفوز نادي بيرامدز بهدف نظيف ويأخذ 3 نقاط في منتهى الأهمية وبكده هو تأهل رسمياً لأنه بال3 نقاط دي بقى عنده 9 نقاط ونكانا عنده 6 نقاط يعني حتى لو نكانا كسب الرجاء في الرجاء وبيرامدز اتغلب مننا مونجو هنا في القاهرة بردو يتأهل بالمواجهات المباشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر